اشتركوا في القناة ستون عاما مرت على خط أولى صفحات حكاية مغامرات الإنسان في الفضاء الخارجي فتح فصل لأول بشري يدور حول الأرض بعظم استدارتها كان إذانا لبدء المنافسة واحتدامها بين دول العالم قاطبة لفرض نفسها وحدز مكان لها في ميدان استكشاف واستخدام العالم الخارجي للأغراض العلمية والتوغل في معارف وتكنولوجيا الفضاء ووضعها بين يدي الإنسان لإكسابه المهارات الكافية لتتنامى لديه القدرات الابتكارية في عمل أبحاث ودراسات وحتى استحداث تقنيات مختصة باستقصاء ذلك الفراغ الواسع الموجود بين الأجرام السماوية أسبوع الفضاء العالمي الذي يصادف اليوم ليستمر حتى العاشر من هذا الشهر والذي يركز هذا العام على موضوع المرأة في الفضاء كان قد تم اعتماده في السابق تجاوبا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في تاريخ السادس من ديسمبر من العام 1999 الهادف إلى تسليط الضوء على مساهمات علومي وتكنولوجيا الفضاء في تحسين وضع الإنسان وتعزيز التعاون الدولي في التوعية باستخدام علوم الفضاء وتقنياته مشاركة البحرين العالمة في أكبر فعالية دولية سنوية متعلقة بالفضاء تأتي من باب ما تشهده المملكة من إنجازات رائدة وتطورات متسارعة في هذا المجال منذ إنشاء الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء وتنظيمها بموجب المرسوم الملكي رقم 11 لسنة 2014 وتعديلاته ناهيك عن مواصلة دورها بالشراكة مع المؤسسات الوطنية ووكالات الفضاء والبحوث الدولية في العمل على النهوض بعلوم الفضاء وإنشاء بنية تحتية لمراقبة الفضاء والأرض بما يتناغم مع مسيرة التطور العلمي والتقني في تحقيق التنمية المستدامة ولطالما كانت وما زالت التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه تركز على أهمية مواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة بتبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية والتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي إضافة إلى ضرورة التفوق في العديد من العلوم المتقدمة كعلوم الفضاء بفوائدها العلمية والبيئية ولا يمكن الإغفال عن دعم الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتمكين الهيئة الوطنية لعلم الفضاء وفق خطتها الاستراتيجية 2019-2023 بالشراكة مع الهيئات الحكومية والأكاديمية والبحثية الوطنية من إنجاز العديد من البرامج والمبادرات والمشروعات العلمية والتقنية نحو تأسيس قطاع فضاء وطني مستدام ومساهمتها الفاعلة في إنشاء فريق البحرين للفضاء والذي يضم نخبة متميزة من كلا الجنسين وإشراكها في برامج تدريبية مختصة في مجالات تحليل الصور والبيانات الفضائية وتصنيع الأقمار الصناعية إضافة إلى مشروع بناء القدرات والتوعية للترويج لتكنولوجيا وتطبيقات الفضاء هذا وتفخر مملكة البحرين لدى احتفالها بالاسبوع العالمي للفضاء بما بلغته المرأة البحرينية وبدعم من المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدة من مكانة مرموقة وحضور مشرف في مجالات التعليم والتقدم العلمي والتكنولوجي وتوليها مناصب تنفيذية رفيعة في مختلف المؤسسات العلمية والتقنية ومن ضمنها الهيئة الوطنية العلوم الفضاء